موسيقى 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 واحد من أهم الأسئلة هل أنت مثمر؟ وهذا السؤال هو بحدد أو بعرف عن شخصيتك وعن هويتك أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان برحب فيكم باسم الرب يسوع المسيح في هذه الحلقة رح نتكلم عن الحياة المثمرة وكيف نعرف أننا مثمرين في الرب وما هو المقياس لهذا الثمر؟ وهل يوجد تراخي في بعض المؤمنين؟ وما هي خطورة العقم الروحي؟ أنا أصلي أن هذه الحلقة تكون سبب بركي لحياتك ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل القصير لأقدم ضيف هذه الحلقة ترجمة نانسي قنقر أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان الحياة المثمرة وشرف كبير أن أقدم أخ غالي عزيز جداً على قلبي وصديق قديم القص رضا عدلي من القاهرة من مصر هو حالياً ضيف معنا في الستوديو وبصراحة مش عارف كيف بدأ أقدمك يا قسيس رضا طبعاً اسم رضا عدلي معروف سواء برامج منتو كارلو الكل مننا اللي سمع برامج عبر الكتاب وترانس وولد ريديو فريق الحياة الأفضل كنيسة الأسبكية خادم في السنودوس مؤلف كاتب ومستخدم ومستثمر في كل مكان شرف وامتياز كبير أنك تكون معنا في مكانك أسيس رضا أسيس نظار أنا أرجو أن أكون ما قلته لكن في حقائق الحقيقة ما أقدرش أهرب منها ولازم بالشكر للرب أشكر الرب عليها ومشكرك لأجل استضافتك ليا في البرنامج في الستوديو الجميل ده بعد ما كنا مرات كتيرة متقابل عبر سكايب وغيره لكن بشكر ربنا أن احنا نقدر نلتقي مع بعض وبرضو اللقاء وجها لوجه خصوصاً إذا كان الوجه هو الأسيس نظار شعين بالابتسامة العريضة حاجة جميلة جداً تشرح وتفرح ربنا يباركك أسيس رضا رح نتكلم مثل ما سمعت من الموضوع أو العنوان الحياة المثمرة أو السؤال هل أنت مثمر أول ما بتسمع هذا السؤال كشخص طبعاً إلك خدمات سنين وسنين وسنين طويلة مع أنه بعدك شاب صغير ولكن إيه اللي بدور في ذهنك أول ما بتسمع الجملة تعرف يا سيس نظار أنا أستسمحك أني أقول عبارة من زمان قارتها ومش حقيقية في كل الأماكن لكن حقيقية في بعض الأماكن بتعرف اللجنة عارف اللجان بتاعتنا في مجالاتنا المختلفة سواء في الكنسية أو غير الكنسية بيقولوا اللجنة هي مجموعة غير راغبة في العمل تسلم العمل إلى مجموعة أخرى غير قادرة على العمل لعمل شيء لا لزومة له لأ خطير يعني ومش دائماً صحيحة طبعاً ويمكن بعضنا يضحك لما يسمع التعريف ده هو لكن الحقيقة أنا بعتقد أنه كواحد درس إدارة الأعمال زمان كانت إدارة الأعمال بتقاس بالخطة وبعدين كانت بتقاس بالإدارة وفضل نتدرج لحد لما وصلت النهاردة أن النجاح فيه أي عمل بالنتيجة بالإصمار يعني ما ينفعش يبقى مصنع ما بيثمرش وبالتالي زي ما فيه كتاب أديم أوي أوي نبذة كده صغيرة اسمها خلقنا لنثمر وخطة الله يبدو من البداية كما نقرأ من الأصحاحات الأولى في الكتاب المقدس هي الإصمار أنا لما بشوف مثلاً الكتاب بيقول بركهم الله وقال لهم أثمروا واكثروا واملأوا الأرض وأخضعوها وتصلطوا على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى كل حيوان يدبوا على الأرض واضح أن ربنا خلق الإنسان وضمن الخطة بتاعته هو أن الإنسان يسمر بالفعل حتى بعد الطفان يعني الكتاب يقول لنا أن الرب عندما أخرج نوح من الطفان وأنا أرجو أنك أنت تبقى زي بتؤمن بالخلق الكتابي وبصحة الأصحاحات من سفر التكوين من واحد 150% من واحد ل11 يقول مش واحد تكون واحد أنا بقوم من الجلد للجلد يا كلمة الله الكتاب المقدس هو كلمة الله أشكرك 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 وحتى الرب بعدما بعد الطفان وأخرج نوح من الفلك وقال له هذه الكلمات نفس الحكاية تتوالس في الأرض وتسمر وتكسر فخطة الله هي إذن للإصمار سواء كان الإصمار بطرق المختلفة لكن خلقنا لنسمر بالفعل يعني حتى في البزنس في عالم البزنس دائما تسمع العبارة It's not about good intention It's not about how many hours you spend It's about productivity طبعا بغض النظر عندك حسن النية بغض النظر بتشتغل ساعات طويلة دائما صاحب العمل بيتطلع على الثمر وأعتقد أن هذا مبدأ كتابي ومبدأ جدي ومهم جدا بالنسبة لأله خصوصا إذا كنا سيسل نظار تعقيبا على كلام حضرتك أنه إحنا أصبحت مسيحيتنا في كتير جدا من الأحيان من كنائسنا هي مسيحية استهلاكية مش مش مسيحية إنتاجية لكن مسيحية استغلالية استثمارية لما يقدم ليه مش لما أنتجه وأثمره في بناء ملكوت الله بالفعل ومعليش أوضح كمان أكتر هاي الفكرة السيسل لأنه أعتبرها نقطة كتير كتير مهمة أنا بعتقد حتى الأسيس أنه إحنا في هذه الأيام اسمح لي أبقى متجاسر شوية وأتكلم بصراحة أرجو أن لا تصل إلى درجة الوقاحة أو البجاحة لا حشان أعتقد أن أصبح النهاردة في كتير من كنائسنا هو الإنسان هو المحور فإحنا بتدور على how to entertain الناس اللي جيجوا الكنيسة إزاي نبسطهم إزاي وأصبح تعزية المؤمن هو الهدف مش عبادة الرب هو الهدف فأصبح سياسة الأخذ هي الهدف مش سياسة الإنتاج والعطاء والثمر هي الهدف فنجيب المتكلم اللي يبسط المتكلمين المتعبدين نجيب المرنم اللي يبسط المتعبدين نجيب البرنامج اللي يبسط الناس وبالتالي أصبحت مسيحيتنا هي مسيحية الأخذ مش مسيحية العطاء والبذل والتضحية والإنتاج الروحي اللي يمجد شخص الرب بالفعل دايما نسمع عبارة وكتير عم تكثر في هذه الأيام النعمة الرخيصة مع أنه النعمة غنية بحسب كلمة الله ولكن الظاهر في ناس عم بترخص في موضوع النعمة شو رأيك أنت في هذا الموضوع؟ الحقيقة بعض الأحيان برضو عشان خاطر أبقى صريح مع حضرتك الطريقة التي نقدم بها رسالة الإنجيل ككارزين وكمعلمين نقدم الإنجيل وكأننا هندي ربنا نعمة هنعمل فيه حسنة كأني كمان بعمل مقايدة يعني أنا هتدي لك الإيمان بتاعي وإنت تديني الخلاص بتاعك فبالتالي أصبحت الحكاية فكرة مقايدة أو إنجاز بالضبط وأصبح كمان فيه عنصر من عناصر الكسل الروحي اللي بعتقد أنه بيؤثر كتير جدا جدا على البرودكتيفتي بتاعتنا على إنتاجنا الروحي على حياة السمر بتاعتنا وأنا لما عرفت الموضوع اللي إحنا هنتناوله في الحلقة حابب أن إحنا لو سمحت لي أقرأ بعض الآيات من سفر أمثال أصحاح ستة فضل أسيست وأعتقد أن كلمة الله كاشفة لأن إحنا بمرات كتيرة بناخد من عند ربنا بركات كثيرة جدا أصبح زي ما يقولي المؤمن هو المحور بتاع العبادة مش خدمتنا للرب وتمجدنا للرب وتعظمنا لشخص رب أمثال ستة ستة يقول اذهب إلى النملة أيها الكسلان الكسل الروحي تأمل طرقها وكن حكيمة التي ليس لها قائد أو عريف أو متسلط وتعد في الصيف تعامها وتجمع في الحصادي أكلها إلى متى تنام أيها الكسلان متى تنهض من نومك وبعدين يدينا الصورة السركستيك المضحكة المبكية يقول قليل نوم بعد قليل نعاس وطي اليدين قليلا للرقود فتكون النتيجة فيأتي فقرك كساعن وعوزك كغازن الكسل الروحي وأصبح النهاردة المؤمن الهدف يبدو بتاعنا هي أن نقدم نعمة رخيصة للناس ما تعملش وزي منت وخليك زي منت نعم أنا عايز أحط بس ملخص للفكرة دي الله يقبلك كما أنت لكنه لن يقبل أن تظل كما أنت أكيد الله يقبلك كما أنت لكنه لن يقبل أن تظل كما أنت خلينا نأخذها بشكل عمل أكتر طبعا أنت عارف اليوم في قنوات فضائية كتير والسوشال ميديا مغرئة يعني الأرض كلها وكتير ناس صارت نوع من الاتكالية يعني بتبحث على الخدام أو النجومية أو المشاهير وكذلك مثل ما ذكرت مرنم أو متكلم بدون الالتزام فموضوع الالتزام الكنسة عم بشوف أنه عم يعني فيه تراجع إلى الوراء وطبعا كخادم أنت وانت عشت وعايشت كل هذه الفترات وشايف وعارف إيه رايك وإيش ردك على هذا الموضوع وإيش تشجيعك كمان الحقيقة أسيس نزار إحنا لا نتوقع ثمر بدون زرع عشان كده نبقى عارفين يعني الذين يزرعون بالدموع يحصدون بالابتهاج الذاهب ذهابا بالبكاء حاملا مبذار الزرع مجيئا يجيئوا بالترنم حاملا حزمه أنا بخاف أوي 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 بعد النهاردة قرابة نصف قرن في خدمة الإنجيل بخاف أوي أوي أن نحن نبقى النهاردة في استعجالنا وراء النتائج والثمار هو أن نلقي بالثمرة في الأرض للبذرة لأن إلقاء البذرة في الأرض يعني الصبر يعني التعب يعني الري يعني الانتظار لكن بكل أسف إحنا مرات كتير عايزين نتائج سريعة تيكا وي بقى زي بالضبط الملابس الجاهزة زي المباني الجاهزة زي الوجبات الجاهزة كمان صناعة المؤمنين الجاهزة الرب يسوع ما عملش كده الرب يسوع يقول قضى للكل في الصلاة ودعى تلاميذه لما كان النهار واختار منهم إثنى عشر الذين دعاهم أيضا رسلا ليكونوا معه وليرسلهم ليكرزوا فالحقيقة أن صناعة الثمر فيه كنائسنا سيس نظار مجهدة ومتعبة لكنها اختصار للوقت وللمجهود رغم أنها بتاخد مجهود وبتاخد وقت لكن الزراعة الحقيقية صناعة التلاميذ الديسايبل ميكينج زي ما بنقول بيختصر الوقت رغم أنه بياخد وقته بيختصر المجهود رغم أنه بياخد مجهود عايز أشير إلى آية جميلة جدا في رسالة مثاوسة الثانية أصحاح الثنين على ما أذكر الآية خمسة رسول بولس بيقول الآتي يجب أن الحراث الذي يتعب يشترك هو أولا في الأثمار نعم مش في الإثمار على فكرة الإثمار هي عملية الإثمار نفسها نعم لكن يشترك في الأثمار وكأن الرسول بولوس عارف الآتي الحرث هو أول خطوة وهي خطوة متعبة ومتربة تربة ملقى بالمتاعب والتراب لكنها لازمة وربما الناس ينسوا الشخص اللي حرت أيوة اللي قام بالمجهود الأول بالحرث عشان كده الرسول بولوس بيقول يجب أن الحراث الذي يتعب ده مش فرصة فيها نشتغل ولا نعمل يوم رياضي رغم أهمية كل الأنشطة وإلى آخره لكن لا الحراث الذي يتعب يشترك هو أولا لأنه تعب أولا أيوة وده بفهمنا أن إحنا كخدام إذا أردنا أن نبني ملكوت الله علينا فعلا أن لنأخذ بالطرق الرخيصة في صناعة نجوم للشباك سواء كانوا متكلمين وأنا بحط نفسي ضمن أن نصنع التلاميذ فمن مرات كثيرة الأنشطة والخدمات الكنسية يا أسيس نزار ربما تكون المعطل الأول لصناعة التلاميذ وأنا دائما بقول أن الأولوية الثانية هي المعطل الأول للأولوية الأولى وأن الأمر الملح هو المعطل الأول لكل ما هو مهم هذه دعوة أنا بقدمها لنفسي والإخواتي الخدام ولقادة الاجتماعات اصنعوا كما صنع الرب يسوع تلاميذ لكي تجنوا ثمارا وهؤلاء التلاميذ الاثناشر غزوا العالم كله وغيروا خريطة العالم كله في قرن من الزمان المأمورية العظمى يعني الرب يسوع في بشارة مرقص قال اكرزوا بالإنجيل وفي إنجيل متى تلمذوا جميع الأمم فإذا فيه كرازة وفيه تلمذة والتلمذة هي حياة أسلوب حياة مش مجرد أنا بعمل اجتماع تلمذة وخلصنا لا فيه أسلوب حياة وتأكيد على الآية اللي اقتبستها الحراث بقول الرسول يحن لكي يفرح الزارع والحاصد معا فيه تعب وفيه مكافأة آخرون تعب وأنتم دخلتم على تعبين مرات احنا منحب الفخر أنه واحد آمن بس بيكون قابلينا فيه أربعين شخص حكى معاه واحدة من الأشياء المحزنة في العهد القديم السيس أنه الله يعني كان يعني الغرض أنه الشعب يكون شهادي أنتم شهودي ويكونوا نور للأمم ولكن فشتوا في هذا الموضوع وإشعية بحطها في صيغة في إشعية خمسة يسأل لماذا إذا انتظرت أن يصنع عنبا صنع عنبا رديا يعني هو طلع ثمر الإشكال أنه طلع ثمر بس ياريت ما طلع ثمر كان أسهل شوي ولكن يطلع ثمر والثمر يكون رديء هذا هو الأخطر والحقيقة سيس نظار حتى اقتبست الأمر من إشعياء خمسة لما بيقول كان الحبيبي كرم على أكمة خاصبة فنقى حجارته وغرصه كرم صورق وأحاطه ووو إلى آخره وبيقول أنه صنعه كحدقة العين ووو إلى آخرين وبيجي سؤال اللي النهاردة أنا بقدمه واسمح لي أقول من خلال برنامج المحترم من هذه القناة المحترمة أنا بقدمه لكل جمالاتي وإخواتي ونفسي قبل الكل سؤال الرب والآن حكمه بيني وبين كرمي ماذا يصنع بعض الكرمي وأنا لم أصنعه والسؤال الخطير لماذا إذ انتظرت أن يصنع عنبا صنع عنبا رديئا وأنا خايف من قصص لم أقول أنزع سوره وأجعله للرعي وللدوس وللحقيقة أنا عايز أقول لنا كلنا كخدام ومرة تانية أنا بستأذنك خطة الله سوف تصل إلى مفتغاها بنا أو بدوننا لم تياز البركة لنا إحنا إذا نفزنا خطة الله لكن خطة الله لا بد أن تتم وعندما فشل الشعب القديم أن يكون نور وشهادة هل فشلت خطة الله أبدا أما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن أسيروا أولاد الله وصارت الكنيسة هي الجنس المختار الأمة المقدسة شعب اقتناء لتخبروا بفضائل الذي دعاكم من الظلم إلى نوره العجيب خليني أرجع للسؤال الذي ذكرته في البداية خلقنا لنثمر وكلام الرب يقول ماذا يصنع الكرمي وأنا لم أصنع يعني إيه اللي ممكن يتعمل وأنا ما عملته يعني كأنه الله بيسأل بصيغة إنسانية طب يا جماعة يعني قلوا لي هل في إشي كان ناقص مثل ما ذكرت في بداية نقبه ونقى حجرته ونقى برجا ونقى رف في معصرة وما خلاش إشي إلا عمله وبالنتيجة كان عنا بردي فمكتوب أيضا يعني يعني خلقنا لنثمر إيه اللي ممكن يتعمل شوفي أسيس نزار قبل ما أجاوب على سؤال حضرتك أنا عايز أرجع لمرقص 11 لما الرب يسوع جع وآتى إلى التينة أيوة كانت مورقة لكنه لم يجد فيها إلا ورقا والسؤال يعني مرقص بيحطنا في شيء كأنه يعني كأنه لغس بس هو مش لغس تحدثك عارف البلاد يقول لنا فلما جاء إليها لم يجد شيئا إلا ورقا لأنه لم يكن وقت التين يقول فنظر شجرة تينة على الطريق وجاء إليها فلم يجد فيها شيئا إلا ورقا فقط فقال لها لا يكن منك ثمر بعد إلى الأبد متى 21 الآية 19 فيبست التينة في الحال متى 21 الآية 19 الفكرة كالآتي أسيس نزار هنا الكتاب بيحدد أنه لم يكن وقت التين وأكيد كل واحد اشتغل في البلاد واشتغل في الزراعة عارف أنه شجرة التين قبل ما يأتي وقت الإصمار هناك بكورة صح تظهر في الشجرة وهذه البكورة كما تحدد الشريعة هي ملك للرب أيها ما بتاعت إنسان لا يستطيع إنسان أن يأكلها أو يتجر بها لكن الشريعة كنت بتنص أن البكورة هي تعطي الرب بكورات غلاتك والرب يسوع أتى إلى شجرة التين لكي يأخذ حقه لكي يأخذ هذه البكورة ولم يجد إلا ورقا لم يجد البكورة وأنا بأسأل يا أخواتي من فضلكم فكروا هل النهاردة هناك ثمر أم أن هناك شجرة جميلة مورقة بديعة لكنها بلا ثمر بلا ثمر أنا مش بدور على عدد الخدمات والنهضات والترانيم والتسبيح والأنشطة والخدمات الاجتماعية وحتى الروحية وإلى آخره لكن نحن النهاردة بندور على الثمر أنا شخصيا بشكر الله لأني وجدت من يتلمذني من يتم بي من يصنع مني تلميذا للمسيح والسؤال هو هل نحن فعلا والسؤال هو ماذا يصنع بعد الكرمي الحقيقة أنه الرب عطى قصاص لهذه الشجرة وهو بيقول لا يكن منك ثمر بعد إلى الأبد فيابل ستتين في الحال أنا الحقيقة خايف وفي مظاهر كثيرة جدا من ضمنها الابتعاد عن صدق عن تصديق كلمة الله والإيمان بكلمة الله والعودة إلى كلمة الله أعتقد أنها هي أحد الحلول الأساسية والرئيسية وكفانا عبث بكلمة الله دون أدلة ودون براهين أفقدتنا الكثير جدا من مصدقية خدمتنا يعني عشان فيه كمان من أحبائنا اللي بيسألونا كتير على هذا الموضوع كيف أنه الرب يعني بيؤمر تيني وما كانش الموسم بس للتوضيح الموسم هو في شهر تمانية في شهر آب في أغسطس هذا الموسم منسميه موسم الأسواق يعني بلقته تين ويباع في الأسواق ولكن في الربيع في تين بيطلع اسمه الدفور وأنا موجود حتى في الكتاب المقدس في نشيد الأنشاد مكتوب في آية 12 إصحاح 2 الزهور ظهرت في الأرض بلغ أوان القطبي وصوت اليمامة سمع في أرضنا التينة أخرجت في الجهة وقعال الكروم يعني التين أخرجت الفجل وهذا التين اللي بأوله بيطلع بسمه هجم هيك على مدار أسبوعين مذاقه حلو خلاص وينزل عشان الموسم في شهر التمانية بس هذا للتصحيح من ناحية دفاعية اللي بيتهم أنه لأطمه مكنش الموسم ولكن الرب كان عنده رسالة تانية بكى في نفس الصياق رث على أورشليم لو علمت ما هو لسلامك لأنك لم تعرف زمان افتقادك فده كان مهم جدا يعني بالنسبة لرب يسوع لأنه كان موضوع الهيكل ما هو عبد عبد يروح يطاهر الهيكل موضوع أوراق تين جميلة مظاهر وأشكال التدين الخارجي ولكن بدون صمر عقيمة وهذه المشكلة والرب بديمتشيك فكرنا بآدم وحولة مخاطو أو العري بتاعهم بأوراق تين وكأنه شجرة التين تتحدث عن تاريخ من الفشل الإنساني الزريع اللي احنا بكل أسف في بعض الأحيان بنعاني منه طبعا يعني الرب يسوع بيتكلم أمثلة وبيتكلم يعني كتير أمور من الحياة العملية الحياة الرفية أو سواء من صد السمك أو من الأرض واحد من الأمثال المشهورة وأنا حابب أخذ رأيك في الموضوع جسيس واحد من الأمثال هو مثل الزارع يعني خرج الزارع اللي يزرع ومن فضلك حدثنا لأنه في يعني في كان غير يعني شيء غير مثمر على الحجر على الطريق الأخري وحتى الثمر في كمان أنواع وكميات من الثمر تفضل السيس الحقيقة أن أمثال المسيح دراسة غنية وثارية وهو كمعلم يعرف إزاي يقدم الدرس ويقدم التطبيق ويقدم الرسالة بصورة واضحة جدا وجميلة الرب يسوع عطى على الأقل 35 مثل في العهد الجديد وكمان بالمناسبة يسجل العهد الجديد 35 معجزة رغم أن في آيات أخر كثيرة صنعها يسوع لم تكتب لكن دي كتبات لكي تؤمنوا أن يسوع هو المسيح ابن الله ولكي تكون لكم إذا أمنتم حياتهم باسمه زي ما يقول الكتاب لكن واحدة من ضمن الوسائل اللي رب يسوع كان بيستخدمها هي الأمثال ومثل الزارع بيقدم لنا صورة جميلة جدا هو ذا الزارع قد خرج اليزرع واحد شغلنته الزارع الله شغلنته الزارع وفيما هو سائر في الطريق سقط بعض من البذار على الطريق وسقط بعض على الأرض المحكرة وسقط بعض بين الأشواك وسقط بعض من البذار على الأرض الجيدة الحقيقة أنا عندي كام درس صغير عايز عدنا نقوله ومن فضلك خد ودي معايا عشان ما يبقى شك حكاية مونولوج لكن يبقى دايالوج خصوصا أننا أصدقاء وأنت أستاذ ورئيس قسم حبيب 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 أني كمان نتعلم من حضرتك يعني الطريق ده كان فيه من الأيام أرض صالحة أرض زراعية ده مئة بالمئة لكن بقى دوس الأقدام والحيوان وطول الزمان خلاه بكل أسف طريق لا يصلح لكن حبيب أننا أسأل أسيس نصار وقول مش نعمة من عند ربنا أن حتى هذا الطريق تسقط عليه بذار كلمة الرب وكأن الرب يقول البشارة تصل إلى الكل إلى الجميع للجميع صوت الرب واضح تملأ معرفة الرب الأرض كما تغطي المياه البحر حتى الطريق الرب يعطي له فرصة عشان خاطر البذار اللي هي كلمة الله طبعا كلمة الله الحية الفعالة الأمضى من كل سيف زي حدين فالطريق بيسقط البعض على الطريق لكنه بكل أسف لا يفهم وبيأتي الشيطان ويخطف هذه الكلمة بكل أسف فهذا اللي بيحصل في حياة ناس كتير وأنا حابب أسأل أي واحد وأي وحدة من المشاهدات والمشاهدين الأحباء اللي بيشاهدونها يترى هل وصلت إليك كلمة الله في يوم من الأيام يترى هل أنت كهذا الطريق اللي كان في يوم من الأيام أرض جيدة لكنك بكل أسف أصبحت طريق عام مداس من الناس يريتك تصغي لكلمة الله والكلمة قريبة في فمك في قلبك لأنك إن آمنت بالرب يسوع خلصت لكن بيكلمنا مش بس عن القلب القاسي غير المؤمن اللي هو الطريق لكن بيكلمنا كمان عن القلب السطحي الصخر وانت عارف أن الطربة الصخرية فيها جزء رقيق من الطربة لكن ما فيش عمق في الأرض والمزروع على الأماكن المحجرة هو الذي يسمع الكلمة وحالا يقبلها بفرح لكن ليس له أصل طربة رقيقة التأثير الوقتي أنا رفع شعار السنة يا حضرة الأسيس نزار بقوله في كل الكنيس اللي بروحها وبقولها في البرنامج بتاعك بقول يا رب نحن لا نبغي التأثير لكننا نرجو التغيير آمين التأثير سهل وكتير لكن التغيير هو الذي يبقى هو الذي يستمر لذلك الطربة المحجرة كانت تأثير بلا تغيير تأثير سريح حالا يقبلها بفرح لكن ملوش عمق ونهاردة أنا بسأل كل واحد في نيطرهل في مجال لكلمة الله في حياتك عشان تترسخ وتأتي بالثمر المطلوب ولا أنت مثل هذا القلب السطحي الصخري أو المؤمن العقلي اللي بيسمع دون ما يصل إلى قلبه ويتغير حياته فيه كمان التربة التالتة هي تربة الأشواك والحقيقة أنه عندما درست حكاية الأشواك اللي جيت أن الأشواك بتنضج بسرعة أسرع بكتير جدا من النباتات النباتات تاخد وقت لكن الأشواك بتاخد وقت أبسط كتير عشان كده بتنمو أكبر ولما يطلع الزرع الزرع يتخنق بهذه الأشواك عشان كده يقول لنا الكتاب عن القلب المزدحم ده هم وغرور هذا العالم يخنقان الكلمة فتصير بلا ثمر الهم بتاع الفؤر والغرور بتاع الأغنية يعني للفقر مجد ولا الغنى مجد الهم بتاع الفقير والغرور بتاع الغنى يعني يدي لازم تنفع يدي تنفع لكن النتيجة أن الأرض لا تثمر لكن نشكر ربع من كل القلب من أجل الأرض الجيدة الأرض الجيدة لم تكن في يوم من الأيام جيدة لأن الأرض ملعونة كلها وكل البشر زي ما بيقول الكتاب الرب من السماء نظر إلى بني البشر لينظر هل من فاه من طالب الله الكل زاء ومعا فسده ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد لكن نشكر الرب الرب بنعمته أن هذا الفساد العام أو اللي بنسميها total depravity الرب بيعيد صنع هذا الفساد وتصلح الأرض وتأتي الكلمة المثمرة على قلوبنا حيثك سألتني عن 30 و60 و100 طبعا في فرق ما بين 30 و60 و100 لأسباب عديدة نمر واحد لأنه في قدرات ومواهب وإمكانيات لمؤمن تختلف عن مؤمن آخر ففي واحد عنده خمس وزنات في واحد عنده وزنتين المهم إن ده يتجرب الخمسة ويربح خمسة وده يتجرب الاثنين ويربح اثنين ففي هناك سقف مختلف بالنسبة للإمكانيات والمواهب فيه كمان أدوار مختلفة فيه شخص خدمته بطبق قصيرة وفيه واحد يمتد به العمر لسنوات مديدة عديدة فبالتالي فيه هناك اختلاف نتيجة لهذا الأمر فيه كمان حاجة تانية 30 و60 و100 يمكن ربما بالنسبة للطاعة بتاعة المؤمن استثمار ما يدعو الرب في حياتي فربما الرب يدعو في حياتي الكثير جدا لكن أنا ما بتجرش أنا كسلان أنا خجلان أنا عندي في حياتي معطلات وإلى آخر فهي كيفية استثمار المواهب التي يعطيها الرب اللي هي بتؤثر ولا شك على سمر 30 و60 و100 كمان المناخ في فلسطين والتضاريس وعندك أنواع كتير من التربة فيه أنواع فعلا اللي بتطلع 30 وفيه مناطق اللي بتطلع 60 وفيه المناطق الخصب الخصبة اللي بتطلع 100% حسب نوع التربة ما أكثر أنواع التربة في فلسطين ومعناش هاي الأراضي اللي فلات يعني المسطحة المستوية عندنا تلال وجبال وكلها بزرعوها يعني حسب المنطقة بنضفوا الحجارة بيبنوا جدار سنسلة وبينزل المطر والتربة بتنزل بتعب بتصير مدرجات حسب المكان بعض بين الحجارة البعض بينزل على التربة والبعض بينزل في الأرض الخصفة كمان أعتقد مهم جدا أنه هاي البذرة تكون مزروعة في الأرض الجيد البذرة مثل ما تكلمت هي كلمة الله والزارع هو الله اللي بيزرع الزارع هو الله ولكن من لاحظ من خلال المثل أنه الله بهمه الثمر المهم أن يكون مثمر صحيح والإثمار مثل ما ذكرت حسب يعني الإمكانيات في ناس الله أعطهم إمكانية 30 يثمر في الثلاثين يثمر في الستين يثمر في الستي وهي مش بس خلقنا لنثمر هاي هي إرادة الله لكن تعرف من الخطورة أن الله يبقى ديني قدرة الستين أو الماء ولا بنتك عشرين أو بنتك تلاتين والخوف كله يا سيس نظار أن أكون صاحب الوزنة الواحدة اللي ما ضغط مرة بكل أسف فيبقى الله أعطاني على أقل شيء لكن أنا بكل أسف لم أتاجر لم أربح أو زي ما نحن بنكلم في هذه الحلقة لم أستثمر لم أستثمر في حياتي اللي مجد الله بالفعل الحديث كتير كتير حلو معاك يا أسيس رضا بس أحب أعطي فرصة لكل مشاهد إذا عندك أي تساؤلات من فضلك تواصل معنا دايما من حب نسمع ولسيما هذا الموضوع موضوع مهم موضوع جدي فيه مسؤولية وموضوع كمان خطير إن أهملنا هذا الموضوع أنا بعد الفاصل عاوز أسألك طبعا عن الإصحاح اللي هو يحنى 15 عن هذا الموضوع ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة حتى يحنى المعمدان في بداية خدمته قال اصنعوا لكم أثمارا طليق بالتوبة والرسول بولوس عندما وقف أمام الملك أغرباس أغرباس الثاني قال هذه العبارة عاملين أعمالا طليق بالتوبة فالتوبة إلها ثمر طبعا في ثمر الروح في ثمر الصلاح في ثمر البر في ثمر الإيمان أو مثل ما بقول في كلوسة واحد مثمرين في كل عمل صالح ولكن احنا بنتكلم عن الثمر كمان النفوس يعني في يحنى 15 ليس أنتم اخترتموني بل أنا اخترتكم وأقمتكم لتذهبوا وتأتوا بثمر ويدوم ثمركم فيعطيكم الآب كل ما طلبتم باسم ولكن لما بقرأ يعني هون لك توضح لنا أكثر في يحنى 15 بقول كل غصن فيها لا يأتي بثمر ينزعه وكل ما يأتي بثمر يعني بكون مثمر ينقيه ليأتي بثمر أكثر وهون يعني بنرجع لصدى الصوت خلقنا لنثمر وبدو الرب ثمر أكثر وبعدين بيتكلم بدون لا تقدروا أن تفعلوا أي شيء بعدين بهذا يتمجد أبي أن تأتوا بثمر كثير كثير فتكونون تلميذي فإذا في ثمر في تنظيف أو تقليب وفي يعني مجد الرب أنه نأتي بثمر ولكن برضو بيقول إن كان أحد لا يثبت فيه يطرح خارجا كالغصن فيجف ويجمعونه ويطرحونه في النار فيحترق كلام جميل بس كلام خطير تفضل الأسيس الحقيقة ده نص غني وثاري زي ما حياتك عارف وزي ما كل مشاهدة ومشاهدة عارف كويس أوي لكن أنا نفسي أسيس نظار إن إحنا ننظر إلى هذا الأمر ونسمعه بودان الشعب اللي سمعه الأول مرة طوله عمر الشعب إسرائيل بيعتقد إن إسرائيل هي الكرمة كرمة نقلت من مصر كرمة نقلت من مصر زي ما بيكلف مصمور 80 الآية 4 كان لحبيبي كرم على أكمة خصبة غنوا للكرمة المشتهاء مش كده فطول عمر الشعب في إسرائيل كان إيمانه وحتى بالهيكل وحتى بما يوضع أمام الهيكل من صورة الكرمة والمنتشرة كمان في البلاد وإلى آخره هو الكرمة شعب إسرائيل هو الكرمة نفسي ونعرف أنك أنت عندك خيال واسع تسمع بودان الشعب الإسرائيلي وهو يستمع إلى المسيح على ناتن ويقول أنا الكرمة الكرمة الحقيقية وكأنه يقول أنت الكرمة المزيفة اللي لم تعد حقيقية لأني أنا الكرمة الحقيقية وكمان يعطي شيء آخر يقول أبي الكرام يعني أنت لم يعد الانتماء إلى الله عن طريق شعب ينتمي إليه الشخص ويولد فيه أو عن طريق دين ينتمي يخرج فيه الشخص ويأخذ عن آبائه أو عن شعبه أو عن أمته لكن أصبح الانتماء إلى الله هو التوجد في هذه الكرمة أنا الكرمة الحقيقية وإنا المسيح بيعمل نقلة كبيرة جدا أن النهاردة الانتماء إلى الله ليس عن طريق شعب أو عن طريق دين لكن الانتماء إلى الله هو الانتماء في شخص المسيح يسوع دي أول فكر الفكرة الثانية اللي حضرتك برضو أشرت إليها هي فكرة السبوت وأنا الحقيقة حابب أني أنا درس كلمة السبوت من يتم اللي بيستخدمها يوحنا وهي كلمة تعني وأنا دجعت القموس بإذنك أحب أقرى مرجعية إلى القموس يعني وضع الثبات الدائم المستقر غير المتغير الاتحاد الدائم ليس حالة نشوة أو خبرة أو تأمل أو تعزية مؤقتة ليس الدعاء الفلاسفة اليونانيين بحالات الاتصال بالنور أو الصوفية التي ادعت بالتواجد في الحضرة والتواجد في الدوران في حلقات من نور لكن هو اتحاد دائم حالة من الاستقرار والحقيقة ده شيء طبيعي لأن النهاردة لما بص لغصن الكرمة لابد أن يكون متحد في حالة عضوية يعني كلم عن الالتصاق بالضبط بالضبط وهو لاحظ أنه هو ثبوت متبادل أثبتوا فيا وأنا فيكم عشان كده السبوت متواصل أثبتوا فيا وأنا فيكم كما أن الغصن لا يقدر أن يأتي بصمر من ذاته إلا بيثبت في الكرمة كذلك أنتم أيضا إلا تثبتوا فيا ونهاردة السؤال بتاعي اللي عايز أسأله كل واحدة كل واحد فينا يترى هل يوجد حائل مانع بينك وبين الرب لا يوجد مانع أكثر من الخطيئة خطيئكم صارت فاصلة بينكم وبين إلهكم وثامكم حجبت وجهه عنكم حتى أنه لا يسمع وبالتالي النهاردة الشيء الطبيعي هو أن الكرمة الغصن الذي يثبت في الكرمة يأتي بصمر والشيء الآخر أنه لا يمكن أن نأتي بثمر بدون الثبوت في الكرمة يعني ما فيش ألترنترز ما فيش بدائل أخرى ولا حلول أخرى ولا وسائل أخرى لا هو الكرمة وكلمة الكرمة زي ما حيطك عارف في البلاد وفي بلادنا في منطقة الشرق الأوسط وفي كل منطقة الكرمة تعني الكل في الكل يعني إحنا مش بنعني جزء مش بنعني مثلا الجذور أو الجزوع أو العناقيد لا الكرمة هي الكل وكأنه يريد أن يقول أنا الكل في الكل وإذا أراد الجزء أن يعيش عليه أن يرتبط بهذا الكل أثبتوا فيي وأنا فيكم وأنا بصلي من كل الأهل بأن النهاردة ثبتنا في المسيح الامتحان بتاعه هو الثمر نعم إذا لم يكن هناك ثمر واضح في حياتك والثمر هو ربح النفوس والكرزة بالإنجيل والشهادة للمسيح سواء كان بالحياة أو بالكلام فيجب عليك أن تتوقف لأنك أنت في خطر المسيح قال كل غصن فيه لا يأتي بثمر ينزعه وكل ما يأتي بثمر ينقيه ليأتي بثمر أكثر أنا أؤمم بالضمان الإلهي للمؤمن لكن هناك تحذير لكل غصن لا يأتي بثمر مش هو الكتاب بيعلمنا فيكم كثيرون مرضى وكثيرون إيه يرقضون مش كده يعني الكثيرون يرقضون لأنه في خطية موجودة من التأديب الإلهي من التأديب الإلهي وأي ابن لا يؤدبه أبوه وبالتالي علينا أن نستثمر الفرصة والوقت فنؤتي بثمر لكي يدوم ثمرنا بالفعل ولكن يعني أنا أتكلم عن التسلسل مثل ما ذكرت حضرتك كل غصن ينزعه ينقيه حتى يأتي بثمر أكثر وبعدين بيكمل في كل غصن يجف يجمعونه يطرحونه فيحترق بهذا يتمجد أبي يعني قمة الموضوع اللي عاوز يوصلنا اللي هو إرادة الله طبيعة الله قطة الله أن تأتوا بثمر كثير بثمر كثير فتكونون تلميذة يعني هاي مرحلة التلمزة يعني الرب يسوع في يحنى 8 يكلم اليهود الذين آمنوا يعني بيتكلم إن ثبتتم فيها فبالحقيقة تكونون تلميذة للي آمنوا بالضبط الفكرة أنه كمان قال لنا أنه في تلميذ لم يعودوا يخضرون أن يمشون معه نعم بعد ما تكلم عن جسدي مأكد حق في يحنى 6 كثيرون رجعوا إلى الوراء رجعوا إلى الوراء خد والذين أذكرهم كنت أذكرهم مرارا والذين أذكرهم باكيا زي ما بيقول الرسول بولوس فعلينا إذن أعداء الصليب بسميه بالضبط فعلينا إذن مع مع يقيننا بضمان المؤمنين علينا أن نتذكر باستمرار أن هناك شرط وهناك انتظار من الرب لنا في حياة الثمر وفي عدد كبير جدا من المؤمنين لم يسمروا لأنهم لم يتتلمزوا ولم يصبحوا تلميذ ولم يأتوا بالثمر وحياتهم هي حياة الاكتفاء الكاذب لأنك تقول أني غني وقد استغنيت ولا حاجة لي إلى شيء ولست تعلم أنك أنت الشقي والبائس وفقير وأنا مزمع أن أتقيأك من فمي إن لم تتب الحياة تحذير مهم يا سيد نظار وأنا خايف أن اليومين دول مع تركزنا على التعليم بالنعمة وهو تعليم أكيد وصحيح مئة بالمئة أن لا ننسى أيضا التحذير الإلهي لأن أرضا قد شربت المطر الآتي عليها مرارا كثيرة وأنتجت عشبا وشيء صالح مباركة لكن أنتجت شوكا وحاسكا فهي قريبة من اللعنة التي نهايتها للحريق نرجع للفكرة الأولى اللي أنت ذكرتها في البداية يعني كنوع من النشوة كنوع من البسط كنوع من أنه أنا يعني مبسوط فرحان في الشيء اللي بسمعت ذكرت هيرودوس كان بيسمع يحنى المعمدان وكان مصرور ولكن هو اللي أمر بقتله فأنا يعني الفكرة أنه في الحياة المسيحية فيها التزام فيها حياة الانتماء فيها حياة الولاء الحياة المسيحية حياة الجندية جندي صالح ليسوع المسيح وبما أنه أنت كاتب كتب ومؤلفات وعامل عشرات الألاف من البرامج سواء الرادي أو التيفي أو كده احكي لنا شوية عن موضوع التلمز لأنه بأعتقد أنه كلنا بنتكلم عن التلمز ولكن الظاهر أنه موضوع التلمز مش مفهوم بالصورة الصحيحة حتى أكون إزاي أكون تلميذ ليسوع المسيح بمنتهى البساطة زي ما بيقول نحن مش بنخترع العجلة نحن بنبع النموذج بتاع الرب يسوع يقول لنا كتاب بمنتهى الصراحة والوضوح أن الرب يسوع قضى الليل كله في الصلاة ولما كان الصبح دعا تلميذه واختار منهم إثنى عشر الذين دعاهم وسمهم أيضا رسلا فالفكرة التلمزة مش إعلان في الكنيسة يوم الحد أو الجمعة أو السبت إحنا نبتدي مجموعات تلمزة واللي حابب يا جماعة أرجو أنه ينضم المجموعات التلمزة بتاعتنا لا التلمزة لها شروط عشان كده الرب يسوع قال تلات مرات في لؤى أربعة عشر لا يقدر أن يكون لي تلميذة فالتلمزة لها ثمن الرب يسوع علمنا من يضع يده على المحراص وينظر إلى وراء لا يصلح أن يكون لي تلميذة من لا يطرق جميع أمواله فلا يقدر أن يكون لي تلميذة ومن لا يبغد أباه وأمه تمام فلا يخضر أن يكون لي تلميذ فإذن ليس كل المؤمنين يصلحون أن يكونوا تلميذ التلميذ إذن لها ثمن عشان كده بطرس يقول له ها نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك إذا لم يكن الرب يسوعه الأولوية بالنسبة لمن يرغب أن يكون تلميذا فلن يصلح أن يكون تلميذا بأي صورة من الصور أنا بقول لي أنه فيه ثلاث حاجات أساسية جدا بالنسبة للتلميذ لازم يبقى تيتشابل كوريكتابل ديبيندابل لازم يبقى قابل التعلم قابل التقويم يمكن الاعتماد عليه بدون هذه الأمور الثلاثة طبعا لازم يبقى مؤمن قبل الرب يسوعه مخلص شخصي وإلا ده يعني لا يصلح لشيء يعني وكمان من الناحية الثانية التلميذة تعني الآتي تعني وجود متلمز وتعني وجود تلميذ وتعني منهاج يقدم بمهارة من خلال مش كورس ولا مجموعة دراسات لكن اللي حيب نسميها في علم التلميذة مبدأ المعية المعايشة أن الرب يسوع اختار التلميذ وعاش معهم بالفعل عشان كده بالضبط عشان كده أنا بدعو كل واحد النهاردة وكل كنيسة بتقدم كورس تلميذة أنها تشوف إزاي المعايشة إزاي الناس تعيش هذا الكلام مش مجرد رؤوس تمتلئ بالمعلومات ونعاني من هشاشة العظام وإن إحنا مش قادرين نطبق ولا نعيش ما نعلمه خلينا أخد مكالمة بعد إذنك جسيس رح أخد مكالمة من جون من البحرين أهلا وسهلا أخ جون أنت معانا على الهوى سلام ونعمة يا أبونا سلام ونعمة المسيح معك حبيبي الرب يبارككم ويباركك أنا كتير سعيد بالمشاركة اليوم والرب يبارك خدمتكم ومنورين شكرا تفضل أخ جون تفضل الحقيقة اليوم أنا بس بدي أندي مداخلة وسيطة بالنسبة من هو الإنسان المثمر بس أنا بدي شوي ألغوص في بعض الأشياء اللي هي عن الثمر يعني وعن النتائج كتير من الناس بشوف عالسريعة أخ جون آه تفضل كتير من الناس بيدوروا دائما على الثمار ولكن يعني فيه شح في الثمار خصوصا في أهونتنا الأخيرة هاي والرب يشوع يعني ضرب مثل في الفلاح اللي راح يبذر وكانت فيه بذور بتنزل في أماكن معينة فيه بين الصخور وفيه فيه أماكن ضحلة وفيه أماكن غير صالحة فهونا أنا بدي أتوجه بنقطة أنه أنت لازم يعني تكون البذرة في تربة صالحة عشان تنبت وباختصار هيك يعني التربة هاي الخصبة اللي هي أنت يعني الإنسان والبذرة الحقيقية هي إيمانك بالرب يشوع المسيح نرجع منقول إنه الرب كان أهلا السامرية أعطيكي ماء يعيشك للأبد فالبذرة بالإنسان المسيحي اللي هي إيمانه بالرب يشوع المسيح كمخلص وملك ورب والساقي هو يشوع نفسه من أخزون بيكون بظهر السامر أخزون أكيد كنت عاوز أسألك طبعا أنت مؤمن بالرب يسوع وهل أنت يعني جزء من التلمذ هل أنت مشترك في كنيسة أو مع إخوة مؤمنين مؤخرا يعني ما في أي شيء بس أنا برحب هالإشيء ويريت تحت الهواء يعني يوصلونا في أحد قروبات التلمذي أنا كتير بيشرفني عندي شي يعني بكل سرور حبيبي جون واضح من لهجتك عندك أصول فلسطينية ظاهرة صحيح أنا من أورشاليم أهلا وسهلا فيك مقيم في البحرين أوكي حبيبي وأنت عابر للمسيح طبعا طبعا بكل فخر آمين من تقريبا تين فورتين أو أكتوبر 2020 طيب ربنا يباركك يعني في فترة الكورونا أجيت للمسيح معنات المشكلة فترة سيئة ولكن أنت مؤمن بالرب يسوع خليك معنا أكيد رح يتواصلوا معاك على أساس يخذوا البيانات وكمان يحطوك مع فريق متابعة وعاولة تلمزي أخ جون ربنا يباركك بواجه تحية لضيفك الكريم سامعوا أنت ياريت من شكرا حبيبي ربنا يباركك يا جون ربنا يباركك وأنا مبسوط أن أسمع صوتك كمان أساس مش عارف وأنت بتتكلم يعني حسيت في مقياس في كده يعني أنا أرجعت تذكرت كلمات الرب يسوع إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض وتمت بتحكي على ثمن بتحكي على تضحية ولكن إن ماتت تأتي بصماري كثير فهل هذا هو مبدأ يعني فعلا نعيش فعلا عشان أكون مثمر عشان يعني أنه أنا أموت عن ذاتي وأموت مع المسيح الحقيقة كلام في يحن 12-24 إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض وتمت تشيء تبقى وحدها تبقى وحدها لكن إن ماتت فهل تأتي بثمر كثير والحقيقة إنه لم يحدث على الإطلاق إن شخص كان مسمر في حياة المسيح في حياته مع المسيح إن لم يمت عن الذات بالفعل وأنا دائما بقول الكلمات الأديمة دياسة نزار في كل قلب عرش وصليب عندما تكون الذات على العرش يكون المسيح على صليب عندما يكون المسيح على صليب تكون الذات على العرش وعندما يكون المسيح هو السيد على الحياة حينئذ حياة المسيح فينا تثمر وثمر الروح القدس يثمر بينما الحياة السهلة الرخوة الكسلانة الرتيبة حياة الأخذ اللي شعرها كم تعطوني وأنا أسلمه لكم تختلف عن حما قالوا بطرس ليس لي فضة ولا ذهب لكن الذي لي فإياه أعطيك وأن النهاردة بدعو كل خادم فينا وكل مؤمن حقيقي بالرب يسوع أني ليتك تطلب من الرب يا رب لا أنا بل أنت يا يسوع ينبغي أن ذلك يزيد وأني أنا أنقص حياة السمر هي حياة المسيح فينا الروح القدس فينا يثمر محبة فرح سلام طول أنات لطف صلاح أمانة وداعة تعفف دع المسيح يسود على حياتك أثبت فيه من خلال الكلمة والصلاة والشركة والشهادة وحياة الطاعة وأنت سطر حياة مثمرة شاهدة للرب يسوع فالرب يسوع طلب مننا اذهبوا تلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن وروح القدس وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر في سفر أعمال الرسل طبعاً منشوف كده مرة الآيات اللي بتتكلم عن التكاثر أنا بتكلم على ربح النفوس مثلاً أعمال 16 أي خمسة فكانت الكنائس تتكاثر في العدد وكانت تزداد في الإيمان وتتكاثر في العدد كل يوم فإذاً هذا مبدأ إلهي مش عزر لأي إنسان أنه يقعد في البيت وما يعملش أي شيء بل المبدأ هو التكاثر وبوليس علمنا علمنا المبدأ المبارك جداً تمثاوستانية 22 وما سمعته مني بشهود كثيرين أو دعوه أناساً أمناء يكونون أكفاء أن يعلموا آخرين أيضاً فنحن لنبغي فيه كنائسنا لا مجرد الزيادة أو التضخم لكن النمو الحقيقي والتكاثر وإذا أريد أن أعطيك رسالة أخيرة في نص دقيقة إيش اللي ممكن توصله لأحباءنا المشاهدين أحب أن أصل لكل مشاهد حقيقي أن الثبوت في المسيح هو السر الحقيقي لحياة الإصمار وينبغي عليك أن تقبل تعامل الكرام معك ففي بعض الأحيان الكرام يقطع عنقود لكي يبقى عنقود واحد على الفرع قوي مبارك فربما يغلق خدمة لكي تظل خدمتك الأساسية قوية مباركة وكما أن الضوء مهم جداً لحياة الكرمة فتعلمت من الكرامين أن الإظلام أيضاً هام جداً بالنسبة للكرمة لتستمد عسارتها وفي النهار تستطيع أن تمثل هذا في حياة الكرمة فعندما يسمح الرب بالإظلام في بعض الأحيان أو بأن تأتي المقص فيقص جزء من الخدمة هنا أو هناك دع الكرام يعمل في حياتك وانتظر الثمر سيأتي في وقته وإحنا بنشكر رب من أجلك سيس رضو من أجل الثمر المتكاثر في حياتك وفعلاً نعمة الرب عم تشهد عن كل سنين اللي خدمت فيها بأمانة وعندك أولاد وبنات في كل مكان أقصد روحيين في كل مكان وربنا يكافأك ويبارك خدمتك شكراً أحبائي موضوع الثمر موضوع هام جداً الله دان في العهد القديم شعب إسرائيل لعدم الإثمار الرب يسوع طهر الهيكل ودان الشعب اليهودي لعدم الإثمار قال هو ذا بيتكم يترك لكم خراباً ولكن العلامة المميزة في تلاميذ المسيحي المحبة بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي إن كان لكم حب بعضكم لبعض أنا بصلي الرب يزيدنا محبة لشخصه محبة لكلمته ومحبة لخدمته ونمجد الرب الثمر المتكاثر في حياتك وفي حياتي الرب يباركك اشتركوا في القناة